انطلق في جامعة تشرين الأسبوع الفني للأفلام الإيرانية والتي تأتي في إطار التبادل الثقافي بين البلدين والتعريف بمكونات هذه الثقافة وجذورها عبر التاريخ منطلقين من مبدأ أن الشعب هو الذي يحفظ الثقافة ويصونها بإرادته وقوته عملية التشبيك بين الجامعات السورية وبين كل المراكز الثقافية سواء المراكز الثقافية الإيرانية أو المراكز الثقافية الروسية أو كل المراكز الثقافية الصديقة هذا يعزز وينمي روح الأداء والفاعلي للطلاب السوريين ويعطي الضوء أو يصلط الضوء للطلب السوريين على الثقافات الأخرى والانفتاع على هذه الثقافات هذا النشاط في إطار تنسيق وتعاون مشتركين مع الملحقية الثقافية للسفارة الإيرانية وقدمنا نحن كاتحاد وطني طلبة سوريا بهو النادي السينمائي وعرض الأفلام الإيرانية لمدة أسبوع في رحاب جامعة تشرين ونحن كاتحاد وطني طلبة سوريا حريصون على دعم هذه الأنشطة الثقافية والفنية والسينمائية قمنا به بعض الفعاليات مثل ندوات عدبية و استفدنا من حضور أساتذة من جامعة تشرين في هذه الندوات و الآن هذه فعالية قمنا به عرض بعض الأفلام الإيرانية في مختلف الموضوعات موضوعات اجتماعية، تاريخية، اكشن و مختلف الموضوعات نرجو أن الطلاب جامعة تشرين يرحبون بهذه الفعالية تضمن الأسبوع الفني بالإضافة إلى عرض أهم الأفلام الإيرانية تكريم عدد من الأدباء والكتاب ليؤكد على أهمية الثقافة وتطويرها والتحلي بالفضائل والقيمة وتعزيز التلاحم ووحدة الصف بين المسلمين وإلاء المرأة الأهمية التي تستحق أحد الإنجازات الهمة التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تفاعل الثقافة العربية الإسلامية الإيرانية وفي تجسيد الفكرة القومية مشاركة هامة من حيث التلاقي أولا هي فكرة ثانيا هي بحد ذاتها تكريم كونها تحمل اسم الأئمة الأطهار نحن نتكلم عن شيء قدسي وعالي المستوى جدا فهذا ليس تكريم لنا بجوائز وإنما تكريم بذكر الأئمة الأطهار الإسبوع الفني للأفلام الإيرانية هو نعكاس القواسم المشتركة بين الثقافتين الإيرانية والسورية وما تشهده من تطور في مختلف المجالات وخاصة الثقافية وأنه سيكون فرصة للأطلاع على حضارة إيران وثقافتها وتاريخها على مر العصور